السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي وقناتكم عالم عواضف كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبزحة جيدة والوصفة دي اليوم ان شاء الله غديتكون بيزا بعجين رائع بزاف وناجحة كتجيب حل دي المحلات تماما خفيفة ورطبة وفي نفس الوقت اقتصادية المكونات ديالها بسيطة بدون حليب بدون بيد او زبدة فهدي هي الطريقة الصحيحة ديالها وكتجي ناجحة وان شاء الله غديتنجح معاكم من اول تجريبة وغديتولي هي الوصفة المعتمدة عندكم بالنسبة للعجين فكنطيبوها مرة واحدة ما غديش نحتاجوا اننا نطيبوها المرة اللي ولا نصطيب عاد نرجعو نكملو لها الطيب فكنطيب مرة واحدة وكتجي زوينة بزاف كنتمنى انكم تجربوا الوصفة وإلى عجبكم المحتوى ديالقناة فما تنسوش الاشتراك والضغط على الجرس باش دي ما يوصلكم الجديد واندوزوا دابا باش نشوفو المكونات مع الطريقة ديالتحذير وغدي نفيد معاكم مباشرة في التحذير بالنسبة للمكونات ديال العجين فغدي ندير جوش كؤوس ديال الدقيق الابيض وكأس ديال دقيق القمح الصلب بالنسبة للدقيق اللي ساعملت فهو هذا كيتباع في ليدل وبالنسبة لهاد الكيمية ديال الدقيق فغدي تعطي جوش ديال بيتزات بالحجم اللي شفتوا معايا في الفيديو فغدي نضيف الدقيق ملعقة صغيرة ديال سكر حبيبات والملح اللي غدي بقى حسب الدوق والقليل ديال الزعتر اللي غدي بقى اختياري اللي ما بغاتش الديفو ممكن تستغنى عليه هو كيعطي ما داق زويل العجين كي نسم العجين وغدي نحتاجه لزيد الزيتون وخميرة الخبز فخديت الخميرة ديال الخبز ملعقة متوسطة وضفت ليها تقريبا ربع كأس ديال الماء دافئ يكون دافئ فقط ما يكون سخون بزاف هكا باش ما يبطلش لنا المفعول ديال الخميرة وتفسد لنا العجين غدي نخلط هنا النواشف من بعد غدي نضيف الخميرة اللي دوبتها فربع كأس ديال الماء وغدي نبدأ نعجل العجين ديالي بالماء هنا غدي نعبر معاكم الكيمية فغدي تاخد لي العجين كأس ديال الماء دافئ انا ضفته كله مباشرة لانا هاد المقادر متعودة دائما انني كان حضرهم فهدي هي الكيمية اللي كان حضر ديالي ماء ونفس الطريقة اللي كان دير فهد المكونات عجنتها الى حسبنا الماء اللي خلطت به الخميرة مع الماء اللي ضفت في التالي فهو كأس وربع ديال الماء من اللي كان عجل العجين كان جمع المكونات كان خلي الزيت هو اخر شيء كان ضيف فضفت ثلاث ملاعق كبيرة ديال زيت الزيتون وكان هاكا ندلك العجين باش كيدخل فيها هاد الزيت كان حطه هنا فقط تطح العمل وغدي ندلك هابر واحد شوية باش العجين كتمتص الزيت اللي ضفنا وهد المرحلة مهمة بزاف اننا نخليو زيت الزيتون حتى الاخر عاد كنضيفوه العجين وكندلكوها باش كتمتص زيت الزيتون كتعطي نتيجة مغايرة على اننا نضيفوها نضيفو الزيت من الاول مع العجين كيف ما شفتو راني دلكتها غير شوية ما دلكتهاش بزاف غير كيتبالي هاكا تشربات الزيت وهناي غدي نحطها في البول كندليها الوجه ديالها بالقليل ديل زيت الزيتون وغدي نغطيها بالبلاستيك الغذائي باش غدي نخليها تخمر ممكن ايضا تديروها في شو علبة بلاستيكية وتسدو عليها العجين خصنا نخليوها كتخمر مزيان المدة غدي تبقى على حسب الجو انا هنا خليتها المدة ديل ساعة ساعة بالضبط وهنا غدي نبدأ نشكلها لكورات هنا غدي نمر الكورات بهد السميد ناعم حتى هد السميد اللي استعملت فهو كيتباع في ليدل هنا غدي نحط العجين في سطح العمل اللي رشيته من قبل بالقليل من السميد وهد الكيميا ديل العجين غدي نقسمها الجوش ديل الكورات غدي تعطيني جوش ديل بيتزات واللي بغت تحضر كيميا اكبر في الضعف المقادر اللي استعملت هنا غدي نشكل جوش ديل الكورات وغدي نمررهم في السميد ممكن ايضا تمررهم فقط في الدقيق الابيض غدي بقى لكم الاختيار اما تديروا هكا السميد ناعم ولا تديروا الدقيق الابيض فانا كنفضل انني استعمل السميد وهدا غدي نرجع نغطيهم وغدي نخليهم يخمروا للمرة الثانية من اللي خليت الكورات اللي شكلت خمروا للمرة الثانية قد شوفوا هكا الحجم ديلهم الضعف هنا عاد غدي نبدأ نشكل بيتزا ديالي وندير فيها الحشوة فغدي ناخد صافيحة ديل الفرن هنا انا فرش فيها هكا الورق وغدي ناخد كورة نحطها في الصافيحة وغدي نبدأ كنبسط في العجين هنا انا ما غدي نستعملش لمدلك ما غدي نستعمل لمدلك لوالو غدي نبسطها فقط هكا بالاصابع ديال ايدي كنبدا هدك الهواء اللي تشكل فيها من اللي خليناها خمرت كنبدا كنوزع فيه وكندفعو الجوانب وهكا باش غدي نطلق العجين كنهزة في ايدي وكنبقا كندير لها بحالكة باش العجين كتطلق كنرجح هكا كنحتها وكنبدا كنديما كغرب الاصابع ديال ايدي كندفع في الهواء وكنبسط العجين هدك الهواء اللي تكون تشكل فيها ملي كندفعوه للجوانب هكاك البيتزا ملي كطيب كجين من الجوانب ديال هكي يجيو هكاك منفوخين اور طبعين فكنستعمل بها الطريقة هدي حتى شكلتها هكا بسطها كلها في الصفيحة ايجي الشكل ديالة بحالكة كيبقى الجوانب هكا كيبانو ان السمك ديالهم شوية طالع على الواسط وهنا غادي نبدا مباشرة انني ندير فيها الحشوة ما بنسبة العجين ما غاديش نحتاج انني ندير فيها توقب الفورشات ما غادي ندير فيها لا توقب لوالو غير غادي نبسطها ومباشرة غادي ندير فيها الحشوة بنسبة هنا للحشوة فعنديش صلصة ديال ديال الطماطم هنا استعملت صلصة اللي جاهزة درت هنا جوج ملاعق كبيرة اللي مملوقة وهكا ودهنتها ووزعتها على العجين كلها وغادي نضيف هنا جبن موزاريلا بالنسبة الحشوة كتبقى دائما اختيارية ضيفو الحشوة اللي كتعجبكم على حسب اللي متوفر عندكم فهدي اول وحدة غادي نديرها بالتونة والبصلة حمراء كتجيل ديال بزاف هدي هي المفضلة عندي فمليدرت هكا جبن موزاريلا كنضيف هكا التونة وغادي نضيف بصلة حمراء اللي مشنفاها رقيقة كيميا قليلة فقط ما غاديش نحتاجو انو ننضيفو كيميا كتيرة ديال بصلة بحلقة وغادي نضيف القليل ديال الزيتون اسود من بعض غادي نضيف هكا على الوجه ملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون كنرش هكا على الوجه ديال بيزا وكنرش ايضا القليل ديال الزعتر بنسبة الزعتر اللي ما كيعجبهاش ولا ما بغاتوش ممكن ما تضيفوش هكا في الوجه وفي هذا الوقت هذا انا مشي على الفران خليته صخن مزيان بالنسبة الفران كيخصو يكون صخون ومشي على هالفوق التحت بجوج في نفس الوقت درجة الحرارة ميتين درجة وكن نحطها في الطبقة اللي التحت وكنخليها من اللي كندخل هدي كالطيب نبدأ كنوجد هدي بنسبة الفران من اللي يكون صخون فالبيتزا بالزربة كالطيب وهكا كتاب لنا بلا ما تكون قاسحة وبالنسبة البيتزا من اللي هكا نبسطوها وكنديرو فيها الحشوة مباشرة كيخصنا كندخلوها الطيب من ماشي نبسطوها ونخليوها تخمر هكا غادي تجيكم البيتزا غليدة فغير تبسطوها بهذا الشكل هذا تديرو الحشوة تدخلوها مباشرة الفران باش طيب بنسبة لهادي بيتزا هدي نفس طريقة من اللي بستها درت فيها هكا جوج ملاعق كبيرة ديال الصلصة ديال هكا ديال طماطن وهدي غادي نديرها بجبن ديال موزاريلا والكفتة بنسبة الكفتة فهكا شحرتها غير شوية في المقلا مع زيت الزيتون شكلتها كورات ممكن ايضا كينين افكار كتيرة انكم بنسبة الحشوة انا كنقدر كنديرها بالقوق لمعلب او كنديرها بالفدر ولي كنديرها بالخضر هكا شوية الدنجال قرع فلفلة ديما وحتى هادي هكا ملعقة كبيرة زيت السيتون ونرجع نرش القليل ديال الزيت وندخل احتى هي كالطيب وهنا من اللي طابت اول بيزا حضرنا ديال تونة مع البصل الاحمر كيف ما كتشوف من التحت كتجي طايبة وهنا قدي نقسم باش تشوف العجين كتجي رقيقة وفي نفس البقط كتجي رطبة هادو كل الجواني بشوف كيف يجي خفاف بزاف وهد الحجوة هادي كتجي رائعة هي المفضلة عندي ديال تونة مع البصل الاحمر كتجي الديدة وبنسب البصل الاحمر كنديرو هاكا كخضر ما تحتاجوش انكم تشحروه من قبل هاكا تجربوه بهالطريقة هادي كيجي رائع بزاف وبنسب البيتزا الثانية اللي درناها بالكفتاح ها هي مليكة طيب كتجي بهالشكل هذا وانا هاكا قطعتهم معاكم بشوفوا الشكل ديالهم كيجي ورائعين بزاف كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة جل هاد العجين لانها فعلا قد تصحق انكم تجربوها وكنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان شاء الله نتلقى في وصفات اخرى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر